ازايكم شباب عاملين ايه يا ربكم بخير من ساعة قبل اصدار التحديث جديد تحديث فرعي تحت اصدار 17.1.2 وطبعا عشان تحدث التحديث الجديد كل اللي عليك تعمله انك هتروح على الاعدادات بالشكل ده وبعد كده هتروح على جنرال او عام بعد كده هتروح على سوفت وير اوب ديت ومن هنا هيظهر لك تحديث بالشكل ده التحديث فرعي بحجم صغير جدا زي ما احنا شايفين 264 ميجا طبعا التحديث بيختلف حجنه حسب نوع الايفون بتاعك التحديث حسب تصريحات قبل مفهوش اي مميزات الا انه تحديث امني بيسدد بعض الصغرات الامنية فطبعا التحديث مهم ولازم تثبته وتعمله على الايفون بتاعك كثير من المستخدمين كانوا منتظرين ان التحديث ده يحل بعض المشاكل اللي ظهرت مؤخرا في التحديثات الاخيرة زي مشكلة انقطاع الواي فاي ومشكلة الكيبورد كمان في مشكلة ما زالت موجودة عند بعض المستخدمين وهي مشكلة عدم وصول الاشعارات على اجهزة الايفون المفترض التلات مشاكل دولة اتحلوا في التحديثات اللي فاتت ولكن برضو ما زالوا موجودين عند بعض المستخدمين فلو انت ما زلت بتعاني من المشاكل دي بعد ما تحدث التحديث الجديد كله الليك تعمله انك هتروح على الاعدادات بالشكل ده وبعد كده هتروح على جنرال او عام هتنزل تحت لحد اخر خانة هتلاقي عندك ترانسفير اور ريسيت ايفون او نقل واعادة تعيين الايفون هتدوس عليها بالشكل ده وبعد كده هتختار ريسيت هنعمل اعادة تعيين هتقابلك اعادة تعيين اعدادات الشبكة او ريسيت نتورك ستنجز المفترض الحل ده حل مؤقت لحد ما يتحل مشكلة الاشعارات وضعف اتصال الانترنت هتدوس على ريسيت نتورك ستنجز ومتقلقش مش هيتحزف اي ماينات من الجهاز الا الشبكات اللي انت قد تمتصل عليها كذلك بعد ما تدخل الباسورد مفيش ثواني وهتتحل المشكلة كمان ممكن تعمل ريسيت هتعمل ريسيت كيبورد ديكشنوري او اعادة تعيين الكيبورد وضه برضو حل مؤقت عبال ما يتحل مشكلة الكيبورد اللي ما زالت موجودة عند بعض المستخدمين فلو سألتني هل أحدث تحديث ده ولا لا طبعا التحديث مهم ولازم تعمله خاصة انه قبل اعلانة انه هو تحديث امني بيحل ويسد بعض الثغرات الامنية وبس كده نحن كل جديد الخاص بتحديث الجديد تحديث 17.1.2 فلو سألتني فيديو النهاردة وعجبك الفيديو ما تنساش تعملوا للايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد أشوفكم على خير سلام